موسيقى اليوم هي حقيقة اختيار شاب لبناني من وطنة وايضا مجبول بروح الشبيبي وبخبرته مع الشبيبي ليكون عضو بالمكتب الاستشاري الدولي للشبيبي بالدوائر الفاتيكانية وهالتسمية اللي اجت هي نعمة وايضا هي دعوة فاليوم بهالحوار وبهالمغامرة ايضا بهالتلات سنين اللي رح بيكونوا بهالخدمة للكنيسة بلبنان وايضا للشرق الاوسط اميل ابو شعر اليوم رح نترافق معه بهالحوار وايضا من بعد صدور الارشاد الرسولي للبابا فرانسيس الخاص للشبيبة المسيح يحيى كريستوس بيفد صباح الخير اميل صباح النور روي كيفا انا مشتقلك اول شيء انا كمان اليوم هيك اليوم بزمن التحديات وبالزمن يمكن اللي عم نعيشه اليوم بوطننا لبنان تلقينا بفرح هالخبر بتسميتك بالمكتب الدولي الاستشاري الدولي للشبيبة لمدة ثلاث سنوات اول شيء يعني هيك هالخبر وهالتسمية هيك كيف وصلت كيف اجيت وكيف كان هالنبأ ايضا على حياتك يمكن هيك اللي رح تترك اثارة بير عوية الشبيبة انا بالاول بدي اقول انه هالتسمية اجيت عجل مفاجأة كتير كبيرة لانه ما كنا ابدا حكين بموضوع انه رح يكون فيه مجلس استشاري للشبيبة عالمة بالفاتيكان من قبل يعني كانت الخبرية واردة هيك بطريقة سريعة يعني بكل الاعمال بريسيناد او الباستيناد اللي كانت عم بتصير بيروما وفجأة بشهر تشرين الاول هيدا السنة بالسنة 2019 بيحكينا الابونا يلي هو يعني بالجروب اللي موجود بقلب بالدوائر الفاتيكانية وبيحكينا انه بدلوا الادراس طبعي بسويسرا او شيك انا لانو صار لاربعة شهر هلا بسويسرا سيكن هونيكة وانا استغربت قلت انا قف شو صاير يعني صراحة بيصالي بعدنا ميل مكتوب فيه انه البابا فرانسيس حابب انه يسمع اكتر للشبيبة يكون صوتهم واصل مباشرة بقلب دوائر الفاتيكانية وما يكون بقى صوتهم كتير بعيد لانو فيه مثل مكتب صغير للشبيبة بالفاتيكان بيحكي عن عن دور الشبيبة او بنظم عمل الشبيبة خاصة الايام العالمية للشبيبة ولكن بدوا انه يكون الصوت اكتر مباشرة ويسمع اكتر لحاجاتهم بطريقة يعني جديدة اكتر يعني اكتر ما يكونوا بعاد او شيه هك فاللي صار انه بيصال لإيميل انه الكاردينال فارل اللي هو مسؤول عن مجرس العلماني للعائل والحياة مية بالمية بالفاتيكان بيقول انه تم تعيين 20 شخص بالعالم ليكونوا هنه بقلب هيدا المكتب الاستشاري بالفاتيكان ونحن حابين كتير تكون انت واحد من هؤلاء الاشخاص وبيطلبوا انه تكون القشعة جد كتير سرية بالأول ومنعرف من هنه لتسعة عشر يعني انا ما كتعارف من هنه لتسعة عشر شخص الغيري فبعد شهر بنزل الخبر بنزل رسميا على مواقع تواصل اجتماعي وبيعلى سايت الفاتيكان انه في هيدا الارغانيزم رح ينخلق ويكون فيه اشخاص من حوالي العالم بعد ما شفت فيه اشخاص بعرفهم لانه كانت بالأعمال البراسيناد يلي صار بحزيران 2019 وكان فيه اشخاص كمانا من البراسيناد ولكن غروب كتير متنوعة من كل العالم والغريب انه عن جد من كل الكارات حتى بركي فيه شخص او شخصان ماكسيما من ايروبا والبيع عن جد من كل العالم هذا شي كتير حلو وجديد انا شخصيا ما صدقت انه بين عشرين شخص بالعالم اول شي ما صدقت انه فيه حدة من لبنان عن جد يعني هيدا انه حدة من لبنان يكون عم يمثل شبيبة الموجودة بالشرق هادا نعمة كتير كبيرة مين ما كان يكون اذا انا او غير حدا انا كنت انبسطت كمانا كتير لانه عم نأسس لهذا الشيء الجديد لمدة 3 سنين وكيف راح يكون ما حدا بيعرف لانه هلا بنيسان اول اجتماع لقلو نشوف كيف بدنا نبلوير كل هادا الشغل عم نشوف كمان هيك اميل شوي صور يمكن من خلال مشاركة بالبوست سينود اللي كان بحزيران 2019 وكمان ايضا مع الجروب اللبناني وجروب كمان المشاركة من كل دول العالم ادي هيك هالخبرة اليوم كانطلاقة من ابراشية كخبرتك اليوم من انطلاقة انا من الرعية لنوصل للأبراشية لنوصل الى المشاركة بهالمؤتمرات ادي بتاعتي اليوم زخم و ادي فعلا بيكون هالشاب اللي منطلق من هيك الخلية الصغيرة من رعيته من عائلته لا يوصل ادي بتاعتي اليوم دفع ادي بتاعتي خبرة برعاوية الشبيبة كثير حدو الواحد يكون منطلق من قلب الواقع اللي بعيشه مع الشبيبة يعني يكون واحد عم بعيش خبرات كثير صغيرة المخيمات اللي قاتل بتصير كل جمعة بقلب الرعية قديش واحد بيكون عم بينمط يصير يعرف حاجات لاخرين كانت مسؤولة فترة بقلب رعيته عن جروب الشبيبة وكانت عن جد سنوات متعقد لانه كانت وان عم نحكي بعين عار بعين عار مارليس عين عار بيقده وخاصة يعني بلشت يعني انت ما اذا بدك بهذا الرعية من سنة 2011 انا اوفيسيال ما بركة مش من هيدا الرعية بحد ذاته بس جيت عاها درعية لانه فيه اداس شبيبة بيصير كل نهار احد على ساعة سبعة وكل كل العالم اللي موجودين هونيك هنه اصحاب لانه بايام المدرسة وهيك فبلشت مسيرتي هونيك وعلى فترة رجعت صرت مسؤول الشبيبة هونيك وكان عن جد يعني اختبار كثير حلو لانه عم نعيش كل يوم يعني كلمة الله عم نعيش كل جمعة قصص مخبرات جديدة حتى بالقشة الحلوة والقشة بشعة بعدنا بخبرتي بقلب الابرشية علامتنا كتير وهذا يعني هلأ كانت لقالة تالت سنة بستلم لجنة الشبيبة مع اكيب كتير حلوة تقريباً كنعش 60 شخص عم نشتغل كل سنة تنعمل اليوم الابرش للشبيبة تنعمل لقاءات بكل الكتاعات الموجودين بالشبيبة وهيضا الخبرة علامتنا كيف عن جد احمل رسالة بقلب الكنيسة وعلمتنا المانجمنت بورت كمان حتى يكون هو رسالة بحد ذاته لانه انا بايمين انه كل انسان عنده مشروع معين بقلب هيدا الحياة وحتى المشروع البستورال او مشروع لجنة شبيبة هو كمان بقلب مشروع قداستنا وهذا الشيء كتير مهم لانه اذا ما كنا عم نفرجى الله بكل شغلة عم نعملها حتى بالدكار يلي عم نعمله بقلب اللقاء طبعنا حتى بكل كلمة او بطريقة حكينا مع العالم بطريقة الاتتتود طبعنا نحنا تصرفاتنا كيف عم نعملها اذا الله ما كان عم يقطع فيهم بتكون الكنيسة هي مثل حيالة انجي او تانية عم بتعمل خدمات وعم بتعمل قصص تانية بس في عنا التام عين عم نعيش فيه لانه عن جد اذا الله ما قطع من خلالنا من مين بده يقطع وين بدنا نشوفه كمانا اذا ما كان بالامور يلي هي رعائية او رعوية بقلب كنيستنا فهذا الشي كتير مهم وانا اختبرته كتير لانه كنت عم شوف عمله حولينا انه كيف هالقصص عم تتزبط كيف من خمس اشخاص نصل لستين شخص اكيب اكليريكية كهنة اشخاص عن جد لعيك من كل ال وانا بحيون عن جد اكيد هلا عم بيسمعونا بركة وبقلهم مرسي كتير عهد الخبرة لانه يعني اميل موجود هلا يعني اذا بدك اميل هو رزولتات عن عمل عم بيصير صار له سنين مع اشخاص كتير مش انه اميل اجا هيك وتبين هلا وصار ممثل انا بالنسبة لقاله هيدا التمثيل بيحمل وراه اشخاص كتير يلي هن كمانا فخورين عن هيدا التسمية لانه هن كمانا بيين عملن وكلنا رفعنا بعضنا وهذا الشي اللي كتير حلو بمشروع كل واحد واحلى الشي واحد يكون عم بيكتشف حاله بقلب هال هالمحلات يلي بتساعدنا انه نحب حالها متل ما نحن ونكتشف انه عن جد عنا باي بيرفقنا بكل هيدا المسيح نعم اليوم دايما هيك البابا فرانسيس بيذكر بكل يمكن الكلمات اللي بيوجهها للشبيبة او من خلال الارشاد الرسولي المسيح يحيا هالصوت النبوي للشبيبة اليوم يمكن هيك قدام هالكلمة الكبيرة صوت نبوي كتار شباب وصبايا يمكن بيخافوا قدام هيدا الصوت وبينسوا انه هن مدعوين ليكونوا فعلا عم ينقلوا هيدا النبوءة برأيك هيك اليوم يعني من هالخبرة من الرعية من الابراشية الى المكتب الدولي اليوم شو هي هالنبوءة اللي فعلا الشبيبة يمكن نطرتها وشو دور فعلا كلمة الله بحياتك اولا انت كشخص اليوم يعني قدر يختبر هيك متل ما كنت عم تخبرنا بهالمسيرة وهيك كيف تنقلها لكل شاب وصبيه يمكن اليوم عم يسمعنا ويمكن عم بيقول انه افو يمكن وين بعدن او افو يمكن سبقوني حلو السؤال هيدا بركي بدي عن جد هيك تيموانياج عن كل شي واحد بيعمل يعني بركي كمانة انه كل واحد عن جد عنده خبرته معقوله بس خبرة اميل بتختلف عن خبرة لانه كل واحد بيخبرته مية بالمية بس انا بقول شغلة كتير مهمة نحن نهار يلي منصدق انه هيدا الدني منا صدفة وانه في حدا وراء هيدا الدني ومنصدق انه في عنا اليه مثال لقالنا بكتير اشياء وخاصة بتحويل ويعطي معنا لمعنى للموت اذا بدك من وراء موته ايام وتنصدق يسوع القائم من الاموات منصدق كل شي والشابيبة هلأ بهيدا الدني بحاجة لحدا يعطيها امل معين او اسبرانس معينة ليكون عم بعيش فيها ليعطي معنا للموت اللي عم بعيشه او السوفرانس اللي عم بعيشه بكل ايامه انا هلأ مثلا كنت اربعة شهر بسويسرا اكتشفت شغلة كتير حلوة انه هن بدوا نعيشه الحب اللي نحن عم نعيشه عدن كل شي بس نحن بدوا نعيشه هيدا المحبة بدوا نعيشه الفرح بدوا نعيشه ان كل واحد عيش لحاله ونحن بدنا نحن عنا هيدا الشي اذا بدك ببيقتنا بس بدنا نعيشها بعد اكتر اكيدا وبدنا نعيش مثلهم لانو مفاكين انو الحياة مثلهم هي حياة احلى انو الحياة اللي فيها كل شي وفيها اكتنتهم بيجوا بيعملوا كمبليمانتاري تامع بعضهم ولكن بمحله معين نكتشف انو شي الاساسي تبع الانسان وانو ما تحطه بالعالم هي انو انسان يكون محبوب ببلاش يكون بلا محدودية بلا شي وهيدا الشي كتير عظيم لانو نهار اللي بيكتشف انو عنا اله بحبنا متل ما نحن مش مشبورين نحن نعمل قصص كتير كمان هو حبنا اكتر مش مش مشبورين نحن نصير نبرهن حالنا انو انو لازم حدا يحبنا اكتر وهيدا فلسفة المحبة اللي علمنا ايها ياسوع ممكن لقيا وان ما كان بهيدا الدنيا ولكن هو بيعطينا معنا اكتر لانو هو برهلنا ايها بمحل معين على الصليب وبي ايامتو برهن شي عظيم ودائما كنا نحكي انا بيك راي انو انو عن جد ياسوع القائم من الاموات هي شي اللي كل انسان هلأ بحاجة لقلو ونحن اذا ما رجعنا بشرنا فيها متل ما كانوا بشروا فيها الرسل من زمان عم نخسر كتير وبرجع بقلك منصير متل حيالة انجي اوه نحن صر ايماننا هو هيدا الشي باحد الفصول البابا فرانسيس بيتطرق بالارشاد الرسولي الى البشارة العظمى لكل الشبيبة وبيذكر فيها ثلاث حقايق اليوم يمكن بحاجة لهم كل شاب او صبية لما نحكي شاب او صبية هي كيف بيشوف الحياة مش بالعمر يمكن بس قدي بعده بنبض الشباب بحياة الشباب وقدي فعلا امامن انه يسوع هو الحي بحياته كرميل هيكي بيذكر الله محبة المسيح يخلصك والمسيح حي برأيك اليوم يعني بين لبنان وبين السويسرا يمكن بها الفترة الصغيرة بس راجع لا تعيش كيف بتحمل هالحقايق الثلاثة اللي حكي عند البابا فرانسيس انطلاقا من خبرتك بلبنان لفعلا تكون شاهد لقلون بعالم اخر بمجتمع اخر بارض يمكن غريبة بس قدي فعلا قادرين يمكن قادر بهذه الرسالة تكون عم بتوصل هالحقايق انا رايح على سويسرا كرميل اتخصص بموضوع المرافقة وخاصة الاشخاص اللي هن مرضى بقلبي المستشفيات ولكن هذا الشيء ممكن يتطبق على كل الفئات بالمجتمع ان كان الشبيبة او ان كان بالمدارس او حيالة محال كيف نحن نكون عم نصغي بطريقة فعالة لكل الاشخاص اللي حوالينا نتنعرف حاجاتهم اللي من جوا بس هادي منلاقية كمان قليلة انه اليوم علمانة ما انه يمكن كاهن او راهبة او الى ما هنالك عم بنقى هيدا صح هالدعوة يمكن صح بس انه ليه هايك توصل طوله هلا انا بالاول عملت هلا هادي استطراضة مبلش هلا انا اول شي صيدة لعملت عملت يعني الدكتورات اكزاسيز تابعة بالجامعة اليسوعية باللبنان وخلصت وتخصصت بالصيدة للسريرة واكتشفت بقلب كل هيدا الكل البروسيسيوس انه انه كتير حلو واحد يكون عا بعالج مراض معين بدواء معين نعرف انه انه انسان بيقطع بمراحل انتيبيوتيك اصاص عرفات ديبريسون شو بدنا نعطي ولكن الطب عا بيتوجه صوب انه انه نكون عا نعمل مثل ريديكسون للمراضي اللي عنده يا الانسان مية بالمية على جسده بس بلا ما نكون عا نشوف كل النواحي اللي عنده بموضوع الصحة بعض الروحي النفسي يعني مية بالمية اذا اذا منقدر نشوف هاي هول الابعاد كلها الاجتماعي النفسي الروحي والجسدي اذا مندرسهم اربعتهم بيعملوا مثل ديفينيسيون لصحة هيك واصلا يعني بتعطيها صحة بكل ابعاد تبتصير يعني الروحي الجسدي نفس مية بالمية فانا حسيت انه في عندي دعوة اكتر من هيك لان شخص مؤمن ولان شخص بعرف ان الموضوع الروحي من ورا خبرة شخصية ممكن يغيرلك حياتك ممكن تخلي كل هالابعاد طبعك تصير بأكيليبرا معيان قلت أنه هذا الشيء أكيد لازم يدخل على موضوع الطب واكتشفت أنه بعالم برات لبنان حتى في لبنان في محلات كمانا كتير منحكي عن هذا الموضوع فيه أشخاص بيشتغلوا مرافقة روحية لكل المرضى تكونوا عم بيعتوا مثل جودة حياة جديدة وأعلى للمرضى الموجودين قالوا أتايتوا لتكون لهم ملء الحياة مية بالمية فهذه الجودة اللي دايما نطلبها صح فليش نحن ما فينا نكون أكتر بهذا الشيء بعالم الصحة كأشخاص تعلمنا كأشخاص صيادل أو أطباء أو بكل مجال الصحة نكون نحن أشخاص عم نرافق المرضى بكل أبعيدهم ونأخذهم كلهم تنشوف كيف فينا نساعد لأنه الطب برهن أنه العالم يلي عندهم إيمان قوي مش ممكن بيأله يعني فيه يكون بحياة الله شيء إذا عندهم أمل معين قدرين يتخطوا مرادهم وتتحسن كل العوارد يلي عندهم وحتى ضغطهم أو السكر اللي عندهم أو كل أمرادهم وهيدا الشيء كتير مهم وقلت أنا بركة بعمل هيدا الكمبينازون بحياتي وبشوف بعدين ربنا وين فيه وين بيخدنا فيها صراحة حلو يعني قلت نعم لهالدعوة بس يمكن هيك قبل هالدعوة كان فيه تمييز لهالدعوة لحقيقة تكون يبين كيف فيه رغبة كمان رغبة لنرجع لسويسرا يعني اليوم اللي اختبرته صح ويمكن أكيد يمكن الأشخاص اللي عم تلتق فيهم من شباب أو صبايا أو يعني كيف عم تنقل لهم هالحقيقة أنا صراحة هول حقيقة وتكتبهم بابا فرانسيس وقريت الفصل الرابع بهيدا الموضوع اكتشفت أنه عم يحكي عن حياتي كمان لأنه التعبير اللي استعمله وبدع الكل عن جد يقرأ هيدا الفصل لأنه كتير مهم أنه نقدر نحن نكون عم نوعى على هولة الثلاث حقيقة ونكون عم نعيشهم لأنه إذا ما كنا عم نعيشهم متل ما قلت لك قبل شوي شو قاله طعم إيماننا؟ شو قاله طعم إنه نكون عم نخلي هدا شي لحالنا وما نكون عم نقول للآخر فأنا بسويسرا أولا مع الأشخاص اللي تعرفت عليهم هونيك لأنه كنت حابب إنه تعرف على الكنيسة كمانا بسويسرا تشوف كيف كنا عم جارب قدمة فيي يكون عم بعيش هولة الثلاث حقيقة يعني فرجيهم عن خبرتي بلبنان شو كانت عم بتكون فرجيهم إنه إيه نحنا فينا نتخطى لديفرانس الموجودين حتى قلتنوا بمحل معين أنا ما بشوفك أنت كسويسرا أو أنت كسويسرا النية إنه غريبة عني كتير بس أنا بشوفكم إخوة وخيات لقلي بالكنيسة بس نحن عايشين ببلاد مختلفة وعم نعيش خبرات مختلفة بس بالنهاية في عنا هلكومينوتالي كبيرة اللي عم نعيشها وين ما كانت بعيشا كتير مع المردة لأنه كتفكر أوقات مع المردة وتفوت لعندهم على قوة ترفقهم إنه أنا شخص أبداي بدأ أحملهم شي تهني يصيره أحسن ولكن فتت بصرت أنا أتعلم أكتر لحياتي وصير أنا كأنه عم بياخد كلمة جديدة لحياتي وفي كتير أشخاص ما بنسيهم قالوا لإشياء يلي غيرت لمنطقة بالحياة وغيرت لمنطقة كيف شوف العالم وكتير بتذكر ياسوع يلي قال إنه كنتم مريضا فزرتموني إنه عم بفوت لعنده وعم بشوف ياسوع وأنا أكيد إنه ياسوع موجود معي بكل مرة أنا بكون عبرافي أحدا ووجود ياسوع بريحنا لأنه بعرف إنه أنا كمان يلي عم بحمل مشاكله للشخص فيه شخص تالت عم بيحملهم معي وكلنا عم نحمل بعضنا وهيدا الشيء كتير كتير عزيم إذا نحنا نوع عليه بحياتنا نعم أميل بتذكر هيك لما كنا بالبريسي نوت كان فيه سؤال من ضمن الأسئلة اللي طرحت بيروما وهيك قبل ما ينصاغ الأرشاد وقبل الوسيقى الختمية مين ياسوع بالنسبة لألك وبيدعي البابا فرانسيس بالأرشاد إنه نقدم شخصية ياسوع بشكل جزاب وفعال أنت اليوم كشاب لبناني يمكن بيظل هالانتفاضة هالوعي اللي عم نعيشه يمكن كشباب كصبايا كشعب لبناني اليوم هيك لما بديت هالثورة كيف قريت فعلا شخصية ياسوع اللي بدك توصلها لكل شاب لأولا كل صبية ثائرة بس يمكن ما عنده ياسوع بحياته أو يمكن ما بيعرف ياسوع بحياته كيف بدنا نقدم ياسوع اليوم بيظل كل هالتحديات اللي عم نعيشه بمجتمعنا اللبناني أنا بفتكر إنه نحن كشعب كشبيبة عم نعيش خبرات كتير مختلفة وكتير صعبة بيظل هالأزمة بفتكر ياسوع يلي عم يتقدم لنا ويلي بدنا يق إنه يكون موجود هو ياسوع يلي عم يعطينا أمل بهذا الحياة إنه فيه غد أحلى من اليوم أفضل صحيح وهيدا الشي اللي نحنا تعبنا فيه بركبي لبنان أو بحياتنا نحنا كتير منخاف 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 من المستقبل كتير منصير بدنا نعمل كل شي تنكون نحنا الأحصن تنكون نحنا عم نبني شي بس مفاكرين كأنه بعدنا الله ما راح يكون معنا بس ما هو حاضر يعني في شغل خبرة صغيرة رخب ركيعة كانت معي بي مع أحد المرضى كل البروبليماتيك تبعها بالنسبة لقالة أنه الله بده أنه يشفيها هلأ وبدأ أنه بدأ تلمس هالشفاء يعني تلمس هالشفاء تتكمل حياته أنه إذا أنت موجود دائماً هذا الصراع المفوت فيه إذا أنت موجود هلأ برهنة عن هالشفاء وهي بالنسبة لقالة الله بطل موجود بس هل الله كان موجود بحياتنا وقتها ما كان فيه مرض؟ يعني نحن إذا منتطلع شوه على حياتنا منشوف أنه الله كان حاضر بكتير إشها لايه وقت الأزمات نحن منفكره بطل موجود شو هو وجوده رح يعطينا ضمانة أنه الحياة حالما هو قالنا الحياة مرة حتكون هلأدى هاينا حتكون صعبة كتير وبهالفترات الصعبة كتير اللي منختبر وجوده أكتر وأنا كتير تعرفت عالم وعندي عالم بكتير حوالي عن جد أصحابي اختبروا وجود الله وعملوا بحياتهم بهذه الفترة الصعبة وقتها خسروا شغلا وقتها كتير صار إشها بوقت كان في كتير عالم بالنسبة لقالهم أنه الله مكن حاضر ومكن موجود بس السؤال هل يا ترى نحن عارفين ووعيين أنه الله حاضر بدنا نشوفه أو ما بدنا نشوفه يعني هل مسك منه أو من الله؟ كرمال هكي ممكن هالحقيقة اللي أراد البابا فرانسيس أنه يكون عم بجسدة من خلال هالمسيرة السينودوسية لثلاث سنين هو المسيح يحيا يعني بعضه حاضر يعني بعضه حي يعني بعضه قائم بحياتنا يعني أكيد قادرين نتغلب أميل يعني بعد هيك هالأسئلة وبعد هالحوار اللي لمليان حيات ولي بيرجع كمان بيخلينا نترافق سوا نحو هالشفاء كلنا سوا يعني هيك إذا بدك بعد هالثلاث سنين اللي رح تكون فيهم بهالمكتب وكل الإشي يمكن اللي رح تكونوا عم تقوموا فيها إذا هيك ترجع بعد هالثلاث سنين لتعمل إعادة نظر وقراءة لهاالثلاث سنين كيف عشتهم بهالدعوة اللي دعيت لإله وبهالقبول لإلة نعم لهالخدمة كيف بترجع بتقراء هالثلاث سنين من بعد ما يكونوا خدسوا؟ كثير حلو الصقار رايد عم تزرق لنا بالأسئلة لا يعني لا يعني كثير حالمين عن جد يعادة كراءة لأهالثلاث سنين عن جد أدمى بالنسبة لإله بركي يكونوا صعبين إنه عم بيخد أعراض تفوت أكتر بعمل الكنيسة وأحمل ياسوع أكتر عم بتشوف كل شيء؟ مية بالمية عم بقول إنه بمحل معين فيه فرح داخلي عن جد ما يوصف عن جد كثير حلو أنه يا رب أنت عن جد بعدك عم تطلب مني إشياء برح كتب بحديث كثير حلو مع هيك مع غروب بجامعات الفوكولارية كتب عم بقلهم شغلة إنه مش هايين حدا يترك ثلاث سنين خدمة بقلب لجنة شبيبة يكون هو مفكر حالو بركي إنه انديسبنسابل على هيدا اللجنة أو كأنه هو السنتر بقلب هيدا اللجنة بنكتشف بعدين وأتواحد يفل وأتواحد يعني أنا تركت حياة اجتماعية كتير بلبنان كبيرة وفلت على سويسرا نقطعت عن العالم ونسحبت كليا بتختبر إنه أنه أنت عن جد اخترت ياسوع هو ياسوع اللجنة السنتر مش أنت مش وهيدا الشي كتير صعب إنك تكون عم بتعيش وتتخلى عن كل شي عم بتعمله كرمال إشة تانية لأنه نحن منخاف بدنا دايما الضمانات إنه أنا بدي دل موجود هنا أنا بدي دل متمسك ولكنه بقتها تعيشها بيكون في فرح كتير كبير وبتشوف إنه ربنا بيجي بيعطيك إشة بعد بيكمل لك الطريق يعني هيدا الأورغانيزم إجا كونتينويته على شغلة على عملة إذا بدك بالكنيسة إنه صير تقول إنه يعني رح ترجع تقرأ بفرح هالفت سنين وتعرف إنه هذه الدعوة وهذه الخدمة هي منه وهو المركز وهو أكيد بمحور وكل شيء أميل أبو شعر أكيد أنا بدي أشكرك اليوم على هالحديث بعرف هيك استغلينا وجودك بالبنان صارت نعملة لإلنا كمان يعني ولإلنا يعني عنزاج صرف كتير لإلنا فنحن بسطنا كتير فيك وأكيد نتمنى لك كل الفرح بها الخدمة وترجع لنا بهالسلام أيضا وضل تصرخ أنه شعبنا وشبابنا وصبيانا بهالشرق وبدول العربية بحاجة إلى السلام قبل أي شيء آخر أنا بحب أسأل شغلة صغيرة راي وأوش بدأ أشكرك لأنه أنت كمانا كنت من الأشخاص بهوث لتسنين عطى كتير بعمال السينودوس كلها سواء ولقالي شخصيا أنت علمت منك كتير أشياء خاصة بموضوع واجه يسوع القائم من الأموات وهذا الشيء عن جد أعطاني كتير إشياء حلوة لأنه نحن بحاجة لهذا الشيء وبدأ أشكر كمانا كتير مادام سانو يلي هي مديرة المريم تيفي يلي واكبت كل هيدا التسمية واتصلت فيه وكان عن جد فرحة كتير كبيرة وأنت كانت جزء أيضا يعني من المريم تيفي صح لأنه عملنا مرة برنامج اشتغلناه سواء كان كتير حلو وعن جد بدأ أشكر الكال يلي وقفوا حده بهيدا المسيرة لتلات السنين وبدأ أشكر كل شخص دعمني بقلب هيدا التسمية وقالوا أنه عن جد مستحك لأنه مسئولية كبيرة وبطلقوا من الكل يصلولي لأنه رح كون عم بحمل صوت الشبيبة مش عم بكون عم بحمل صوتي يعني بس صوت كل الأشخاص وكل البيئة اللي أنا عاشت فيها حتى بخدمة الكنيسة حتى نشوف نحن مع البابا فرانسيس وين رح نوصل بإخر بولئة ثلاث سنين إن شاء الله نحن كمان نشكر الله عليك وأكيد رح نكون مع كل سنة جاردي صح؟ يعني بها ثلاث سنين ما رح ننكر لها ثلاث سنين لا يخلص أكيد أكيد بدنا نجول كمان بها الجاردي أهلا وسهلا فيك عزينا المشاهدين بريك وأكيد من بعده ومنكفي سوا مع ضيوفنا اشتركوا في القناة